كل الناس تشتري من أمازون طيب هذا الترفيك عالي لازم تستفيد منه الفكرة بكل بساطة أنك تسوق بالعمولة لمنتجات أمازون طيب كيف أحصل على رابط لكسب العمولات من منتجات أمازون وكيف أبدأ أروج له بدون ما أستخدم لا إعلانات ممولة ولا حتى أصنع مدونة ولا أستخدم أي شيء مدفوع يا هلا والله وحياكم الله اليوم رح نشرح كيف نسجل بالعمولة لموقع أمازون وكيف نبدأ نسوق باستراتيجية جديدة ونستخدم برنامج التيك توك لترويج المنتجات تعال نسجل مع بعض في موقع التسويق بالعمولة لمنتجات أمازون وبعد كده نتعلم كيف نروج لهذه المنتجات هذه هي الصفحة اللي من خلالها تسجل للتسويق بالعمولة لمنتجات أمازون وراح أترك لك الرابط في صندوق الوصف تحت كل اللي عليك إنك تدخل على هذه الصفحة وتضغط هنا على اشتراك وبعد كده نقول لك لصفحة تسجيل الدخول لأمازون ولو ما عندك حساب في أمازون بشكل بسيط سجل معهم حساب والتسجيل في موقع أمازون بسيط جدا لذلك إحنا ما راح نشرحه وما راح ناخد من وقتك كثير راح ياخذك لهذه الصفحة وبشكل بسيط هنا تضيف معلومات الحساب أو معلومات عنوانك بعد ما تضيفها راح تنزل لأسفل الصفحة وهنا عندك خيارين الخيار الأول إنه هنا تكون أنت صاحب الحساب يعني الحساب البنك اللي راح يحولون عليه العمولات لازم يكون باسمك وفي البند الثاني أو الخيار الثاني هنا إذا كنت أمريكي أو هذا ما يخصنا كعرب لأنه خاص بالضرائب الأمريكية راح نضغط على نو ونضغط على نيكس بعد كده راح ياخذك لهذه الصفحة ممكن هنا تضيف أي رابط خاص فيك على سبيل المثال أنا حضيف رابط الأكاديمية وأعمل أدد وبعد كده بشكل بسيط بعد ما نضيف المعلومات هذه الخاصة فيك تضغط على نيكس زي ما تشوف بعدين ظهر عندنا إشعار معين إنه يقول لك موقع هذا هل فيه ناس أقل من 13 عام؟ حنقول له نو وبعد كده كونفيرم بعد كده بشكل بسيط راح ياخذك لهذه الصفحة هنا تضيف الستور اي دي خلينا نسمي مثلا أحمد123 بعد كده عندك خيار يعني إنت إيش الشي اللي راح تشتغل عليه أو كيف راح تروج خلينا مثلا نقول عبر مثلا خلينا نقول نغير اللغة بس أو مثلا ممكن نكتب السوشال ميديا كافي يعني أنه أنت توضح لهم أنه أنت راح تروج عبر السوشال ميديا لمنتجات أمازون ليش لأنه إحنا راح نشتغل بهذه الاستراتيجية بعد كده عندك وتشوف هنا التوبيك يبغى منك إيش العنوان اللي إنت تقريبا راح تشتغل عليه أو القسم اللي حاب تشتغل عليه ممكن تشتغل على أي قسم ولكن مبدئية ممكن تضيف لهم بعض الأقسام اللي حاب تروج له على سبيل المثال مثلا تبغى الجيمينغ خلينا نختار في الخيار الأول الجيمينغ مثلا هنا الخيار الثاني ممكن نختار الكمبيوتر أو السوفتوير أو التكنولوجي زي ما تشوف هنا هذه الخيارات ترجع لك ولكن ممكن تختارها بشكل بسيط جدا عشان مستقبلا هم يعرضوا لك هذه المنتجات اللي بهذا التخصص هنا كمان نفس الخيار تقريبا ممكن تختار بوكس ممكن تختار سبورتس ممكن كمبيوتر و هنا كمان نفس الشيء ممكن تختار طريق اللي انت تروج فيه مثلا بلوغ عن طريق مدونات أو عن طريق حسابات السوشال ميديا ممكن تختار أي خيار انت تشوفه مناسب لك مثلا هختار النيش ويبسايت ولو نزلنا تحت شيء تشوف بعض الاسئلة اللي تحاول انه هم يفهمون ايش الشيء اللي انت تبغى بالضبط على سبيل المثال هنا يقول لك على سبيل المثال ممكن نختار السوشال نيت وورتس اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي ايضا ممكن تسوق عبر الايميل هذه الخيارات ممكن تختارها بشكل بسيط جدا بحسب ما انت تشوفه مناسب لك ممكن نختار الاي كومرس هنا ايضا ممكن تختار في الخيارات اي خيار تشوفه مناسب لك بعد كذا كمان فيه خيارات ممكن تعبيها بشكل بسيط مثلا هنا عندك اذا كان عندك مدونة مثلا على بلوغر او الورتبريس ممكن تختار الخيار الاول ايضا كمان هنا عندك خيارات اخرى انه يعني حساباتك في السوشال ميديا قديس عندك مثلا اقل لسبان من 500 شخص ممكن تختار هذا الخيار عادي لا تعتقد بانه عشان انا انقبل في هذا البرنامج لازم يكون عندي متابعين كثير او عدد كبير جدا لا عادي ممكن تحط اقل من 500 شخص بعد كذا يقول لك انه ليش او ليش تبغى تسجل في برنامج التسويط بالعمولة ممكن تختار انه عشان يعني عشان تكسب عمولات وتكسب فلوس كيف سمعت عننا ممكن عن طريق بلوغ بوست او عن طريق الانلاين سيرش خلينا نقول الانلاين سيرش بعد كذا بشكل بسيط جدا تضيف هذا الرمز اللي هو WXWXF وتنزل تحت شوي وتضغط على انه توافق على الشروط والاحكام الخاصة في برنامجهم وبعد كذا تضغط بكل سهولة وزي ما تشوف بشكل بسيط صار خلاص عندنا حساب تسويق بالعمولة نقدر نروج المنتجات طبعا احيانا ياخد وقت معين يتم قبولك بشكل مباشر زي ما تشوف احنا نقبلنا بشكل مباشر في هنا في الاسفل اللي هي معلومات الضرائب ممكن تضيفها وممكن في وقت اخر لانه هما تركيزهم الكامل على الناس اللي موجودين في امريكا والناس اللي عندهم ضرائب فعلا وهذا هو الداشبورد او صفحة التحكم في العمولات وتشوف كل الروابط الخاصة فيك وتقدر من هنا تستلم العمولات زي ما نشوف هنا يقول لك انه فيه المعلومات الدفع ما هي كاملة عندك وهنا بكل بساطة تحط انه تأشر على خمسين ريال اللي هو اقل عمولة ممكن يحولونا لك وبعد كده هنا بشكل بسيط تضغط على سعود الاربيا اللي هو الدولة اللي انت موجود فيها عشان تضيف معلومات البنك عشان يحولو لك هنا هتضيف اسمك اللي موجود على البطاقة هنا الايبان وهنا السويفت كود او البي اي سي وبعد كده هنا لا تنسى تأكد رقم الايبان ويصير خلاص كده انت اضفت رقم حسابك لو جاتك عمولات هما الدايريكت راح يحولونها اذا كانت اكثر من خمسين ريال زي ما نشوف هنا مكتوب خمسين ريال بعد ما تضيف كل معلوماتك هنا خلاص بشكل بسيط تضغط على حفظ وهم راح يحفظون هذه المعلومات عندهم ومجرد ما توصل عمولاتك اكثر من خمسين ريال حيبدأ تحولها لحسابك البنكي بشكل مباشر وتقدر ايضا تراجع عن طريق الداشبورد الخاص فيك وهذه هي تكون الصفحة الرئيسية دايما لك او الداشبورد وهنا الان نبغى نعرف كيف انا اطلع رابط للمنتج لو رحت انت على الصفحة الرئيسية راح تلقى عندك هنا شيء ضابط في الاعلى اللي هو اداه او create للروابط انه كيف تسوي create لللينكس او كيف اجيب المنتج واسوي له رابط خاص فيه طيب الان سجلنا حساب معاهم وصار نقدر نروج للمنتجات ونكسب عمولات باقي علينا النشر او الترويج للمنتجات اول نصيحة لا تنساها انه تخصص في مجال واحد وسبق تكلمنا عن النيش او كيف اتخصص في مجال واحد بحلقة سابقة في القناة ثاني نصيحة وهي استخدم التيك توك للترويج لانه هذه المنصة عليها مشاهدات جدا جدا عالية بالاضافة الى انه هي تطلع الفيديوهات بالتتابع وهذا راح يساعدك انه الناس تشوف المنتج اللي انت جالس تروج له بكل سهولة طبعا طريقة انه تسوي حساب على التيك توك بسيطة جدا وما يحتاج اني انا اشرحها لك ولكن انا كيف اجيب الفيديوهات للمنتجات وكيف اضيف رابط التسويق بالعمولة للمنتجات هذا اللي ابغاك تركز معي فيه تعال ننتقل مع بعض للشرح خليني اروح معاك اسوي اي رابط لأي منتج بشكل بسيط جدا وبشكل عشوائي طبعا لا تعتمد على طريقة البحث اللي انا شغال عليها ولكن انا بس ابغا اعلمك كيف تسوي للمنتج رابط مثلا نختار اي منتج على سبيل متال بلاي ستيشن فايك هذا يا سلام الان نفترض اني انا ابغا اشتغل على هذا المنتج او ابغا اروج لهذا المنتج طب كيف احصل على الرابط بشكل بسيط هنا فيه كلمة تكسف لو شفتها فوق مجرد تضغط عليها زي ما تشوف اعطاك رابط هذا هو الرابط اللي انت تروج له هذا الرابط راح يوديك على هذا المنتج مجرد انك انت تاخذ هذا الرابط وتنسخه في المتصفح راح تلقى يحولك على هذا المنتج ولكن الرابط هذا لو احد اشترى منه العمولة راح تجيك امتى وبهذه الطريقة انت قدرت تحصل على رابط لهذا المنتج طبعا تقدر تتصفح في المنتجات كلها ورح تلقى هذه الايقونة معاك فوق في الاعداء ابغاك مباشرة تروح على هذا الموقع وراح اترك لك ايضا رابط هذا الموقع في صندوق الوصف الموقع هذا ايش راح يسويلي راح يسويلي زي كذا زي ما تشوف هنا حيسويلي رابط واحد ولكن لما انا افتح هذا الرابط فاني وديني وديني على عدة روابط زي ما تشوف هنا هذا الرابط سويته بشكل عشوائي بس عشان اوضح لك حيسويلك زي هذه الايقونات وهنا راح تضيف المنتجات راح نضيفها مع بعض بشكل سريع خليني بس اوصل لك الفكرة راح نروح على هذا الموقع ونضغط على get start او انو سجل معهم حساب وهنا بشكل بسيط بس تضيف الايميل واليوزر نيم او الاسم نستخدم وكلمة مرود وبعد كده تسجل معهم عبر الايميل انا عشان عندي حساب راح ادخل على الموقع مباشرة راح اسوي login وسوي تسجيل الدخول حتجيك زي هذه الصفحة وبشكل بسيط جدا هنا العرض في اليمين هذا الموقع جدا جدا بسيط بكل سهولة حنضغط على added new link طيب فتح لي زي هذه الايقونة هنا حكته باسم المنتج من فين اجيب اسم المنتج لو رحت للمنتج نفسه زي ما تشوف هنا playstation 5 على سبيل المثال لانو احنا اخذنا مثال راح اضيفه هنا هذا الاسم وهنا عندك الرابط اللي خاص فيك رابط التسويق بالعمولة نجيبه من text here وبعد كده ننسخ بكل سهولة الرابط ctrl c وهنا بشكل بسيط تضيف الرابط وبعد كده هنا راح ينضاف هنا وكذلك باقي المنتجات اللي انت تروج لها كل المنتجات اللي انت راح تشتغل عليها اضيفه هنا عشان كده اقول لك مهم جدا انه تكون بنفس التخصص طيب كل هذه الرابط راح تنضاف هنا بصفحة زي هنا زي ما تشوف في العرض في اليمين راح تنضاف هنا روابط كثيرة بشكل مرتب مثل هذا الشكل نفس هذا الشكل انا سويته بنفس هذه الخطوة هنا اضفت اسم حسابي في التيك توك او اسم الحساب اللي انا بشتغل عليه هذا هو الحساب اللي انا كنت بغا اشتغل عليه لو رجعنا للخلف هذا هو الحساب المثال اللي احنا سويناه في التيك توك عشان بس أعرض لك الطريقة اللي أنا أبغى أشتغل عليها تشوف هنا بكل بساطة أضفت هنا اسم المنتج وهنا تحت أضفت رابط التسويق بالعمولة فأصبح عندي نفس هذه الصفحة نفس هذا الصفحة هنا هذه هي الصفحة زي ما تشوف هذا هو اللي رح يظهر للعملاء فين أضفتها أضفتها هنا في البايو الخاص فيه في الحساب أو النموذج اللي أنا راح أشتغل عليه في التيك توك يعني شويت الحساب في التيك توك وهنا في البايو أضفت الرابط اللي هيوديهم على صفحة الروابط هنا صفحة روابط كثيرة يصير الآن كل اللي عليك انك انت تبدأ تضيف المنتجات زي هذا المنتج زي ما تشوفه اضفنا هذا المنتج على سبيل المثال زي ما تشوف المنتج كيف عرضه جدا جدا جميل على فكرة انا هذا الاعلان او هذا المنتج او هذا الفيديو انا ما سويته المنتج بكل بساطة رح علمك كيف تسحب زي هذا المنتج لحسابك في التيك تو طبعا اول شي رحت لنفس المنتج هنا زي ما تشوف هذا هو المنتج ضروري يكون فيه فيديو عشان انا اقدر استخدم هذا الفيديو او اسحب هذا الفيديو بشكل بسيط رحت على الفيديو وضغط عليه وضغط على الفيديو كليك يمين بعدين حفظ الفيديو باسم وبشكل بسيط جدا حفظت الفيديو على جهازي بعدين رحت على حسابي في التيك توك ونزلت هذا الفيديو زي ما تشوف نفس الفيديو لو لاحظت معي هنا هذا هو الفيديو الاعلاني اللي أنا نزلته في حسابي في التك توك وبناء عليه راح تجيني مشاهدات وممكن أحد يطلب هذا المنتج وعشان يحصل على المنتج راح يدخل أو راح أضيف أنا هنا في الديسكريبشن الخاص بالفيديو إنه رابط المنتج موجود في البايو وراح تجيك مشاهدات وراح تجيك زيارات إن شاء الله على هذا المنتج للناس المهتمين بكذا إحنا استخدمنا حسابنا في التك توك عشان نروج للمنتجات بشكل بسيط جدا طبعا لا تنسى تستخدم الهاشتاغات في الفيديو لما تجي أنت تضيف الفيديو استخدم الهاشتاغات عشان يشوفونه أكبر قدر من الناس هذا كان مثال بسيط جدا زي ما تشوف لكيف أروج لمنتجات أمازون عبر حسابي في التك توك الموضوع محتاج منك شوية شغل وشوية جهد ولكن الجميل جدا أنه أنت ما راح تدفع أي شيء أو لأي رسوم على هذا العمل أتمنى فعلا أني وضحت الاستراتيجية بقدر المستطاع أتمنى لك أيضا كل التوفيق كنت معاكم أنا أحمد سليمان ودمتم بكل خير